موسيقى 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 النهاردة هنراجع مع بعض أكسكلميشن ماركس هنراجع الكولنز سامي كولنز كوتيشن ماركس and types of essays احنا لسه بنكلم عن علامات الترقيم the exclamation mark أو exclamation point أو علامات التعجب امت بستخدم علامات التعجب؟ يعني مثلا لو قلت what a terrifying animal لو انت خايف من حاجة help هتستخدم علامة التعجب في نهاية الجملة ممكن لو انت عايز to express love لو انت عايز تبين الحب I love you هتقول exclamation mark stop police لو عايز تدي أمر قوي البوليس عايز يقبض مثلا على الحرامية فهيقول stop وبعد كل واحدة منهم هنكتب exclamation mark أو علامة تعجب oh my god wow great كل الحاجات دي انت عايز تبين قد ايه حاجة جميلة قد انت مندهش منها هتكتب exclamation mark لان ده اسلوب تعجب ها 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 لو عايز تصخر من حد برضو هتقول ها وتحط بعد كل ها exclamation mark you are my best friend زي I love you مثلا to express love عشان تبين الحب انت هتحط exclamation mark يبقى في الخوف او في الحب او في الدهشة بعد كده هنروح للكولن او النقطتين فوق بعد امتا بستخدم الكولنز I put the following things into the shopping bag لو انت هتقول list هتبتدي تتكلم عن قائمة زي مثلا بتقول انا هحط الحاجات التالية في شنطة الشوپنج او شنطة التسوق بتاعتي هتحط نقطتين فوق بعض وهتبتدي تقول قائمة الحاجات اللي انت هتاخدها معاك apples, tomatoes, a carton of milk and a bottle of oil انت دلوقتي قلت قائمة او قلت list حاجات فبتحط column قبلها يبقى اول حاجة lists او القوائم لو انت مثلا هتتكلم عن descriptive titles انت دلوقتي بتقول عنوان وبتشرحه treasure island ايه هي treasure island دي an adventure novel قصة قصة مغامرات تمام او رواية مغامرات education هتحط نقطتين فوق بعض an investment ايه هو الeducation ده ايه هو التعليم an investment استثمار in the future of the country في مستقبل البلد يبقى دلوقتي انا تاني حاجة استخدام للكولن ان انا بقول descriptive titles او باشرح العنوان اللي انا بكلم عليها فبقول العنوان وبقول بحط الكلن او نقطتين فوق بعض وابتدي اقول الشرح باستخدم الكلن في حاجة كمان ال proportion او النسبة لما باجي تكلم عن النسبة النسبة اللي بتحب الماث the ratio of the girls to boys in my school is two to one نسبة البنات للولاد في المدرسة بتاعتي هي اتنين لواحد فلي دي انا بحطها نقطتين فوق بعض دلوقتي هنتكلم عن السامي كولن او الفصلة المنقوطة امتا باستخدمها some people enjoy playing football بحط فصلة منقوطة others only watch the matches on TV الجملة دي هي هي some people enjoy playing football full stop others only watch the matches on TV ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان انا خدت الجملتين دول اللي بينهم نقطة جملة كاملة وجنبها جملة كاملة وربطتهم ببعض بايه؟ رابطتهم بالفصلة المنقوطة ولكن الشرط انه لازم الجملتين يكونوا متصلين ببعض يعني ليهم علاقة ببعض يعني ما ينفعش اقول some people enjoy playing football واقول مثلا وناس تانية بتحب التفاح دي ما لهاش اي علاقة بدي فلازم الجملة التانية بتكون مرتبطة بالجملة الاولى حوالين نفس الموضوع تاني حاجة باستخدم فيها الفصلة المنقوطة زي لما اجي اقول لما باجي ان انا اربط ما بين جملتين باستخدام رابط ظرفي بحط الاول semi colon وبعدين بقول الرابط وبعدين بحط كاملة فاكرين لما قولنا قبل كده لما باجي استخدم الروابط لازم اقول اكتب الرابط وبعده كاملة الرابط اساسي لازم يكون بعده كاملة لكن لو انا باستخدم الرابط الظرفي عشان اربط ما بين جملتين بحط semi colon قبل الرابط الظرفي دلوقتي هنتكلم عن او علامات التنصيص زي ما احنا شايفين هنا علامات التنصيص بستخدمها ليه؟ بستخدمها علشان اوضح كلام شخص معين يعني مثلا I don't mind fish مين اللي قال الكلام ده؟ عمر فالكلام اللي هو اللي عمر قاله بحطه ما بين علامات تنصيص But I prefer chicken برضو لازال الكلام ده عمر اللي بيقوله فبرضو محطوط ما بين علامات تنصيص يعني لما كون بكتب conversation او بكتب حديث كل واحد بيقول حاجة لازم احط الحاجة اللي بيقولها ما بين علامات التنصيص hyphen او dash او الشرطة الصغيرة امت بستخدمها؟ what is a hyphen؟ a hyphen is a mark of punctuation هي علامة من علامات الترقيم that joins words هي بتصل ما بين كلمات or word parts او اجزاء من الكلمات together يعني لما اقول sub part 20th century cinema 20th century cinema دي adjective 6 year old children I have 23 cousins كل دول انا بستخدم الشرطة علشان تفصل ما بينه now let's choose the correct answer a or an blank is used at the end of declarative imperative and conditional sentences a الحاجة اللي بستخدمها في نهاية الجملة الجملة العادية جملة الأمر وجملة الشرط اكيد ال full stop هنا قد يقول قائل انه مثلا ال imperative او لما بقول امر انا بحط exclamation mark ولكن احنا لو نفتكر قلنا انه انا بحط exclamation mark بعد الامر القوي اللي هو متكون من كلمة واحدة او كلمتين حاجة الناس بتزعق فيها انما لما اقولك مثلا do your homework ده مش امر قوي انا بقولك عادي imperative عادي فبحط فيها full stop a or an blank is used after a comment or what shows surprise or anger هنا بقى بستخدم ايه بعد الامر او عشان اوضح استغرابي او دهشتي او عشان اوضح غضبي هنا بقى بنستخدم exclamation mark بيوضحوا ايه التلاتة pause pause يعني واقفة a full stop is used after النقطة بستخدمها بعد ايه بعد abbreviation او اختصار واح نتكلم اكتر عن موضوع الاختصارات ده a question mark is used at the end of blank sentences and tag questions علامة الاستفهام بنستخدمها في نهاية ايه وكمان tag questions tag questions دي لو نفتكر هي الاسئلة المذيلة وحط بعدها question mark او علامة استفهام طبعا هنا في نهاية الانتروجاتف اللي هو الاستفهام when writing initials for personal names we use a لما باجي اكتب الاحرف الاولى من الاسماء او لما باجي اكتب mister او mrs او doctor بنستخدم ايه؟ بنستخدم الفول stop a pair of single or double blank are used in direct speech لما باجي اتكلم بالdirect speech يعني اقول الكلام المباشر اللي الناس بتقوله باستخدم ايه؟ باستخدم علامات التنصيص او quotation mark the apostrophe s is added after singular nouns or names to show blank ال apostrophe s باستخدمها بعد الاسماء المفردة او الاسماء عموما علشان ابين ايه؟ ابين البوزاشن او الملكية number 9 ايه blank is used after yes and no لما اقول يس كذا كذا او no كذا كذا باستخدم ايه بعدها؟ باستخدم قاما blank introduce lists in sentences مين اللي بكتبه قبل lists في الجمل؟ باستخدم columns او النقطتين فوق بعض a blank is used between sentences when the second sentence explains or justifies the first sentence باستخدم ايه؟ ما بين الجمل لما الجملة التانية تشرح او تبين الجملة الاولى وطبعا لازم يكونوا على صلة ببعض اكيد هتكون السمي كولن او الفصلة المنقوطة you use a comma before or after the name of the person blank انت بتستخدم القاما بعد او قبل اسم الشخص اللي ايه؟ you are speaking to اللي انت بتتكلم معاه we use blank to separate introductory clauses starting with after although as because before اللي هي روابط عموما from independent clauses يعني هو هنا عايز يقولك لو انت عايز to separate introductory clause او العبارة التقديمية لو عايز تفصلها عن الظروفتيا علشان تكون عبارات مستقلة هتستخدم القاما والموضوع ده هنتكلم عليه اكتر بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن القامز the titles of books magazines newspapers plays and music should start with العنوين بتاعة الكتب المجلات الجرائد المسرحيات والموسيقى طبعا بتبدأ ب capital letters the blank is used between two independent clauses linked by a transitional expression زي accordingly, consequently, for example, nevertheless, so, and thus ايه اللي بحطه بتوين العبارتين المستقلتين اللي ما بينهم التransitional expression او الرابط الظرفي اللي زي دول طبعا بتبقى semi colon بتيجي الاول وبعد كده بكتب الرابط وبعدين الكاما في المراجعة اللي فاتت احنا تكلمنا عن اجزاء المقال بالتفصيل النهاردة بقى هنتكلم عن انواع المقال اول حاجة narrative essay او المقال السردي اللي هو بيحكي لنا قصة the writer tells a story about a real life experience انا بتحصلي او حصلتلي خبرة في الحياة او قصة حصلتلي فانا بكتب عنها it challenges students to think and write about themselves ده بيخلي بيتحدى الطلبة علشان يكتبوا عن نفسهم a narrative essay isn't strictly divided into introduction body and conclusion هو لما بيجي اكتب مقال السردي او بكتب قصة ما بيبقاش متأيدة قوي بحطة الintroduction والbody والconclusion بس بيبقى لها sequence تاني بتاع القصة اللي هو فيه plot stages دي حاجة تانية should begin by setting up the narrative and finish by expressing the point of the story او what you learned from your experience انا ببدأ المقال السردي ده بايه؟ بان انا ابتدي امهد للقصة اعمل مقدمة عن القصة او بنهي القصة اللي انا حصلتلي او بتكلم عنها بالدرس المستفاد او انا تعلمت ايه من القصة دي narration means you are telling a story and there is usually a reason for the telling the plot is the focus of the story narration او السرد معنى ايه؟ معنى ان انت بتحكي قصة وغالبا بيكون فيه سبب لان انت تحكي قصة دي والحبكة بتاعة القصة هي اساس القصة طيب descriptive essay هنتكلم عن المقال الوصفي المقال الوصفي ده it's painting a picture كأنك بترسم سورة بالكلمات a descriptive essay paints a picture with words a writer might describe ممكن الكاتب يوصف يوصف ايه person انسان place مكان object يوصف حاجة شيء or even a memory او ذكره حصلتلو بيوصفهم the descriptive essay strives to communicate a deeper meaning through the description descriptive essay ده بيهدف لايه؟ عايز من خلال الوصف ده يديلك معنى اعمق the writer should show not tell by the use of colorful words colorful words هنا مقصود بيها الكلمات الرنانة زي الادجكتف زي الصفات زي ان انت تستخدم تعبيرات جميلة زي sensory details تعبيرات بتستخدم فيها الحواس الخامسة كل دي حاجات انت بتوصف ما بتقولش حاجة بشكل مباشر ولكن بتوصفها وصف دقيق وجميل the expository essay just the facts the expository essay او المقال التفسيري ده بيهتم بالحقائق فقط بيدي معلومات the expository essay is an informative piece of writing that presents a balanced analysis of a topic ده هدفه ايه؟ بيديني معلومات وبيقدم تحليل متوازن لموضوع معين the writer explains a topic with facts انا بشرح الموضوع ده ازاي باستخدام الحقائق statistics احصاءات examples وامثلة expository essays are based on facts هي مبنية اصلا على حقائق and not personal feelings ما فيهاش مشاعر شخصي the introduction of an expository essay states your topic and provides some general background زي اي essay زي اي مقال المقال التفسيري بيبتدي ان هو يتكلم عن المقدمة اللي فيها بتكتب الموضوع الاساسي بتاعك وتدي برضو بعض الخلفية عن الموضوع اللي هي background information the body presents the details برضو body paragraphs او الفقرات اللي في النصد بتقدم تفاصيل the conclusion summarizes the information presented وفي الكونكون او في الختام الخاتمة بتاعتك بتبتدي تلخص كل الكلام اللي انت كلمت عليه في المقال اما ال persuasive essay او المقال الاقناعي فهدفه الاقناع convince me يعني اقناعني a persuasive essay is one in which you attempt attempt يعني try يعني بتحاول انت بتحاول في المقال الاقناعي ان انت تعمل ايه to get the reader يعني persuade the reader يعني تقنع القارئ to agree with your point of view انه يوافق على وجهة نظرك it is a type of an argumentative essay هو نوع من انواع المقالات الجدلية the goal هدفه of the persuasive essay is to convince the reader to accept the writer's point of view or recommendation هدفه انك تقنع القارئ برأيك او بالاقتراح اللي انت بتقدمه the writer must build a case using facts and logic لازم تستخدم facts الحقائق والمنطق عشان في حاجة مهمة بقى لازم نعرفها ان الargumentative and persuasive essays are similar in nature but they are two different types of essays المقال الجدلي والمقال الإقناعي هم اي نعم طبيعتهم متشبهة لانه هم الاثنين بيتكلموا عن رأيه وانت بتحاول تثبته لكن هم الاثنين نوعين مختلفين persuasive essays depend on opinions and emotions مقالات الإقناعية بتعتمد على الرأي وعلى المشاعر the argumentative essays depend on logic and reason المقالات الجدلية بتعتمد على ان انت تستخدم المنطق في الإقناع opinion essays او مقالات الرأي mainly depend on the writer's personal opinion مقال الرأي ده بيعتمد اساسا على رأيك مش لازم ان انت تقدم بقى حقائق منطقية او تقنع بالمنطق او كده لا انت بتكلم mainly برأيك بتثبته بشكل يكون يعني عقلاني معقول وخلاص بس مش لازم تقول حقائق بقى وامثلة وكلام ده textual analysis essay المقالات بقى اللي بتحلل النص in a textual analysis essay you don't just present information on a topic انت مش بس بتقدم معلومات عن موضوع but closely analyze انت بتحلل text بتحلل نص to explain how it achieves certain effects عشان تشرح وتوضح هو ازاي بيحقق بعض الاهداف والتأثيرات research essay المقال البحثي it revolves around a research question هو بيدور حوالين سؤال بحثي that answers some specific questions through a research of the relevant topic السؤال البحثي ده بيجاوب عن اسئلة محددة through a research of the relevant topic من خلال البحث عن الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه now let's answer some questions in the body paragraphs of a persuasive essay في البادي في فقرات ال persuasive essay الاقناعي you restate the thesis of your essay you give reasons to support your opinion you use informal language طبعا اي حاجة متعلقة بالwriting لو قالك informal language مش هتختار الاختيار ده لان الinformal ده يعني حاجة غير رسمية لكن كل مقالتنا هتبقى رسمية لان دي academic writing you shouldn't use transition words في البادي paragraph ما تستخدمش transition words او كلمات الربط اكيد الاتنين اللي في الاخر دول غلط فانت بتعمل ايه في الفقرات you give reasons to support your opinion بتدي اسباب علشان تدعم رأيك which of the following do argumentative essays use to convince readers مقالات الجدلية بتستخدم اي من الحاجات دي عشان تقنع القارق evidence and facts دليل دلائل وحقائق emotional language لغة عاطفية jokes and funny quotes بتستخدم نكت وحاجات مضحكة short stories اكيد طبعا بتستخدم evidence and facts when writing an opinion essay you should لما تجي تكتب مقال الرأي you should make sure there are a lot of words كلمات كتير mention examples to prove your opinion حتدي examples وأمثلة use as many quotations as possible حتجيب quotations واقتباسات كتير ولا write only two paragraphs طبعا في ال opinion essay برضو انت محتاج تدي examples عشان توضح رأيك when writing an opinion essay the writer should use as many questions as possible ولا include a clear concluding paragraph ولا avoid using formal language write two topic sentences in each paragraph اكيد include a clear concluding paragraph وده مش بس في ال opinion essay ده في كل المقالات لازم يكون فيه في الآخر concluding paragraph او فقرة ختمية at the start of an opinion essay you should write an effective introduction and a thesis use a lot of strong words use informal language refer to the conclusion اكيد write an effective introduction with his statement وده برضو مش بس في ال opinion essay ده في ال persuasive والargumentative كمان in an opinion essay you should develop ideas clearly and write a narrative copy words from other texts use your own words ولا use old english words اكيد use your own words لان ده رأيك فانت بتعبر عنه بكلماتك at the end of the opinion essay a good writer الكاتب الجيد في نهاية ال opinion essay او مقال الرأي review for correct spelling and punctuation reread it without making corrections هنعيد قراءته من غير ما نصلى حاجة tell the reader to reread the essay واللي قارئ ان هو يعيد قراءته add some notes after finishing the essay هتكتب بعض النوت بعد ما تخلص القراءة اكيد هنا انت هتراجع على correct spelling والpunctuation بتاع what are the elements of an opinion essay ايه هي اجزاء ال opinion essay introduction problem solution وbody title setting plot and ending ده موجود في ال narrative introduction opinion reasons and conclusion solution opinion reasons and conclusion اكيد طبعا لما انا بيكون عندي opinion essay لازم يتضمن opinion what is the main purpose الهدف الرئيسي of او السبب الرئيسي of the persuasive paragraph الفقرة الاقناعية اهم هدف لها ايه inspire بتلهم the reader to feel a certain way towards an event character place and so on ولا تقول story ولا explain a concept in full depth زي الinformative كده او expository make the reader experience whatever is narrated طبعا هنا انت بتinspire او بتلهم القارق ان هو يحس بشعور معين ناحية حاجة معينة انت اللي بتقوله عليها لان ده رأيك and the last sentence for today what is a descriptive paragraph ايه هو الفقرة الوصفية وصفية text describing a person animal place thing along with idea and theme ولا give your opinion to the reader explain a concept or idea ولا tell a story to the reader واكيد اول اختيار لان هو بيقولك text describing فيها كلمة describing فاحنا كده بنعرف ان هو ده a descriptive paragraph that's all for today don't forget to study the review that we have taken today thank you for watching and see you later in other episodes